اشتركوا في القناة خفيفة على المناطق الساحلية الشرقية للوطن مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجنوبية للوطن نستهي صفحتنا جوية بصور الغمى الاصناعية التي توضح لنا تشكل بعض غيوم التي تكون خفيفة على معظم المناطق الساحلية وصولا إلى المرتفعات الداخلية تفاصيل الوضعية الجوية الليلية إن شاء الله نرتقب استقرار وصفاء على معظم المناطق الشمالية عدة تشكل بعض غيوم التي تكون خفيفة على المناطق الساحلية الشرقية للوطن وصولا إلى أقصى المناطق الشرقية للوطن مع تشكل بعض غيوم التي تكون خفيفة على منطقة السورة ليبقى الصفاء والاستقرار يميز باقي أرجاء الوطن درجات الحرارة الليلية إن شاء الله ستصل إلى حولي 16 درجة على منطقة عنابة وباتنا 17 درجة بجزة العاصمة 13 درجة بوهران 22 درجة على منطقة البيض 21 درجة بجلفة 27 درجة على منطقة غرداية 30 درجة ستجنها بكل من منطقة ورقلة وحتى منطقة أدرار 33 درجة ستجنها على منطقة تندوف 36 درجة على مرتفعات الهوغار والتأسيلي 32 درجة بأقصى الجنوب أما عن وضعية الجو المرتقبة لصباحة يوم الغد إن شاء الله تبقى دائما الأجواء ربعية مستقرة ومشمسة على معظم أرجاء الوطن عد تشكل بعض الغيوم التي تكون خفيفة على مناطق الساحلية الشرقية وصولا إلى مناطق الساحلية الغربية للوطن وحتى على وسط السحراء نرتقي بكذلك تشكل بعض الغيوم التي تكون بدوف علي على منطقة السورة متجهة دائما نحو مرتفعات الهوغار والتأسيلي درجة الحرارة المرتقبة لصبيحة يوم الغد ان شاء الله ستصل حوالي 18 درجة على منطقة عناب 20 درجة بمنطقة بتنا جزال عاصم 21 درجة بيوهران 23 درجة سجنها على منطقة البيض 24 درجة على منطقة الجرفة 27 درجة على منطقة غرداية 29 درجة بكل من منطقة ورقلا وابشة 25 درجة بيتندوف 35 درجة على منطقة أدرار 40 درجة سجنها كأعلى مقياس على مرتفعات الهوغار ويتاسي 32 درجة سجلت بأقصى الجنوب معنى ملاحة وصيد البحر يكون البحر هادئ ومحتدل على طول الشريط السحلي وهذا وفق رياح من شمالية شرقية لجنوبية غربية لتفوق سرعتها 7 كيلومتر في الساعة مشاهدنا مباشرة إلى ورقة المعلومات الفلكية التي تخص الجزاء العاصمة وضواحيها لشروق وغروب شمسي يوم الغد ان شاء الله بالنسبة لشروق الشمس سيكون في حدود الساعة 55 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود ساعة 37 دقيقة اختمن نشر جوية كالمعتاد بهذه الصور لنسفر بها اليوم من الحديقة الوطنية اثنية الحد أو كما عرفت بجنة الأرز هي أول منطقة محبية في جزائر وهي تتواجد في ولاية سمسيلتو التي تبعد عنها بحوالي 50 كيلومتر هي عبارة عن غابة كثيفة بمختلف نواع الأشجار أهمها شجرة الأرز الأطلسي هذه الميزات جعلتها مصنفها كمحبية وطنية وعالمية وكأحد أهم الأقطاب السياحية في جزائر الحضير الوطنية الاثنية الحد عبارة عن صخرة ملفوفة ومحاطة من كل جانب بالمراعي تتواجد في جنوب الأطلس التلي وتمتد بين جبال الوانشاريس وجبال السورسو هذه الميزات كلها جعلت من هذه الحديقة مقصد للزوار خاصة خلال كل نهاية أسبوع ومن خلال هذا الجمال الطبيعي بقات دايما ناثنيت الحد تصنف من ضمن أهم المناطق السياحية في الجزائر بهذا نصبكم إلى ختم النشاء الجوية دمتم في رعاية لي وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر